اهلا بكم الى موجز الاحداث المسائية على قناة الحدث الافريقي احتفل المغرب في العشر من هذا الشهر باليوم الوطني للمرأة وهي مناسبة للوقوف على المكتسبات التي تحققت للصالح المرأة خاصة في العقدين الاخيرين وعلى النقائص التي لازالت تحول دون اندماجها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويشكل هذا اليوم فرصة للحركات النسائية للتعبير عن مطالبها وتقديم اقتراحتها بشأن سبل النهوض بانضاع المرأة المغربية لسيما على ضوء خطاب العرش الذي داع فيه الملك محمد السادس الى اصلاح مدونة المرأة وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات فقد اشادت الحركات النسائية بدعوة الملك محمد السادس بخصوص ورش مراجعة مدونة الاسرة بعد 18 سنة على تطبيقها في اطار تنزل الفصل 19 من الدستور الذي يكلس المساواة بين الرجل والمرأة وينص على مبدأ المناصفة من جهة ومن جهة اخرى في اطار مقاصد الشريعة الاسلامية وخصوصية المجتمع المغربية ندد اندري جرامبلات الدكتور في علوم التواصل بجامعة باريس السوربولة الاثنين بنيويورك بالانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها جماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف واستنكر الخبير الفرنسي امام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة كون هذه الجماعة المسلحة ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان في مخيمات تندوف وتغدي عدم الاستقرار في المنطقة مشيرا الى ان هذه الميليشيات تقوم ايضا بتجنيد وتجين الاطفال فضلا عن تحويل المساعدات الانسانية المخصصة لسكان المحتجزين في المخيمات كما شدد على ان البوليساريو المعزولة عن الساكنة الصحراوية تواصل رفض المشاركة في المفاوضات الامر الذي يجعلنا نتفق على تسميتها بالجماعة الارهابية لذا فقط من خلال افعالها ولكن ايضا عبر رفضها لأي محادثات سلمية وللخروج من هذا المأزق شدد سيد جرامبلات على ان السبيل الوحيد للتوصل الى حل نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية يتمثل فقط في مبادرة الحكم ذاتي تظهر الالاف من المدنيين ونشاطين الحقوقيين في العديد من المدن المكسيكية ضد تقنين الاجهاد في بعض الولايات والمساعي الجارية لاتخاذ القرار في ولاية اخرى وذكرت وسائل اعلام محلية الاثنين ان الشوارع في العديد من المدن ومن بينها العاصمة مكسيكو اكتذت بالالاف لمطالبة السلطات بالعدول عن الاجراءات المؤدية الى التقنين النهائي للاجهاد والذي تم بالفعل في بعض الولايات المكسيكية واوضحت المصادر ذاتها ان المتظاهرين حملوا شعارات لصالح المرأة والحياة والسلام مرتدين منادل زرقاء وهو رمز تبنته الحركة المناهضة للاجهاد في امريكا اللاتينية واعتبر المحتجون بحسب الاعلام المكسيكية انه من غير العادل تقنين الاجهاد وتعرض ملايين المكسيكيات للموت في ظروف صعبة واختيار حل مشكلات قانونية واجتماعية اخرى بوضع حد للحياة انتهى موعدنا الاخباري لهذا اليوم شكرا على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة